شيء تاني أحبائي قال يسوع جئت لا لأنقض بل لأكمل منشوف أنه يسوع المسيح أكمل النموس من كل جوانب حياته وفي شخصه أيضا فمثلا منعرف أن المسيح جاء مولودا تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني فإذن ولادة يسوع كان مولودا تحت النموس ثم يسوع أحبائك أي طفل اختتنا في اليوم الثامن وقدم في الهيكل طبعا أبويه أخدوه ليقدم في الهيكل ذهب كعادته إلى المجمع ليقرأ ويصلي ويستمع ويعز أيضا كعادته فكان بمارس كل النموس ثم أحبائي المسيح بنقرأ عنه أنه كان يروح ذهب ومارس كل الأعياد اليهودية اللي بتطلب أنه من كل رجل يروح يحضر الأعياد اليهودية في أورشالين ثم المسيح أكمل النموس بتعليمه تعليم يسوع المسيح يعني متميز حطم غلاف التدين السميك شرح الكلمة بطريقة شيقة بطريقة جزابة بطريقة مؤثرة فعالة ركز على الدوافع الداخلية وعلم بشكل اللي فعلا الناس بهرت منه وقالوا أنه يعلم بالسلطان لأنه اعتادت الناس أنه تسمع حرف النموس وهكذا قال الفلان وكل التقوس والمرسيم اللي حطت الناس تحت تقاليد اللي قال عنها الرب يسوع المسيح أبطلتم وصايا الله بتقليدكم يعني بكلمات أخرى جاء المسيح ليحامي ليدافع عن الشريعة اللي هو أصلا أسسها ثم أكمل النموس بتتميم النبوات وتتميم الرموز التي قيلت عنه والذبائح اللي اتكلمت عنه أيضا أكمل النموس بموته وقيامته حمل خطيتنا وحمل لعنة النموس في جسده من أجلنا أحبائي شق الحجاب وفتح الطريق إلى الأقداس السماوية حتى يكون لنا الثقة الدخول إلى عرش النعمة مكتوب أنه نقد حائط السياج المتوسط اللي كان بيفصل بين اليهود وبين الأمم وفعلا النموس أكمل في يسوع المسيح كمل النموس بالخضوع الكامل والطاعة الكاملة للنموس من خلال عمل الروح القدس وهذا الاختبار أعطانا الأهليين فعلا نكون خدام عهد جديد نتكلم برسالة روحية وعصر جديد نموس مكتوب على قلوبنا ورسالة نعمة في عصر النعمة هذا ابقوا معي سأواصل حديثة بعد قليل ترجمة نانسي قنقر